ملف التقاعد النسبي يشعل فتيلة لاحتجاجات ويشل قطاعات الصحة التربية التكوين المهنية وعدد من الإدارات العمومية ليومين كاملين ابتداء من هذا الاثنين فبعد أن انتهجت القوى النقابية سياسة التصعيد لدفع الحكومة نحو التنازل عن قرارها في إلغاء تقاعد نسبي وربطه فقط بمجال المهن جد الشاقة ها هي العلاقة بين الحكومة والشارك الاجتماعي تصل إلى طريق مزدود إن جر عنه إضراب أولي يومي السابع عشر والثمين عشر من الشهر الجاري اتفق على شنه تكتل النقابي ضم خمسة عشر نقابة من مختلف القطاعات مع التهديد بشن آخر يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر في حال ما ثبتت الحكومة موقفها من مسألة تقاعد نسبي خيار الإضراب سيشل قطاع التربية في المقام الأول بعد أن أجمع عليه تكتل ضم كلا من النقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية ونقبتي الكناباست واسناباست إضافة إلى مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين القطاع الحساس الآخر الذي ستجتحه موجة الإضراب سيكون قطاع الصحة بعدما تأكد دخول النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في إضراب يومي السابع عشر وثمين عشر من نوفمبر الجاري قرار تبنته كذلك النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية للنفسانيين والنقابة الجزائرية للشبه طبي والنقابة الوطنية للبياطرة لقطاع الوظيفة العمومية حمال إضراب ستجتاح كذلك بعض فروع صن الغاز في ظل عزم نقابات القطاع على التوقف عن العمل لذات المدة إضافة إلى نقابات التكوين المهني وحتى نقابات الآئمة هذا الإضراب من شأنه أن يشل بنسبة كبير المدارس والمستشفيات الجزائرية ليومين كاملين باعتبار أن أقوى نقابات الصحة والتربية قررت الدخول في هذه الحركة الاحتجاجية فهل ستتمكن الحكومة من امتصاص غضب المحيط النقبي في الخطوة الأولى أم أن للحكومة موقف غير ذلك سيشعل المواجهة مع الشرك الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر